نتائج صادمة أفرزها امتحان الدور الأول للصف السادس الإعدادي 29% فقط من الطلاب نجاح وفق النتائج المعلنة من قبل وزارة التربية في عموم العراق والتي وضعت مجددا تحت دائرة الاتهام بفاشلها بإدارة العملية التعليمية ويؤكد مختصون أن نتائج المعلنة تعكس مدى الإهمال والفساد الذي تجذر في القطاع التعليمي وهو ما تفضحه ظاهرة تسريب الأسئلة سنويا والتي كان آخر فصولها خلال الامتحانات الأخيرة من جانبهم يرى أكاديميون أن المحاصصة الطائفية هي الأساس لما وصلت إليه العملية التعليمية في العراق حين يصل إلى كرسي وزارة التعليم العالي مثلا وزير من خلفية ميليشياوية على الجانب الآخر لا تزال وزارة التربية تنفي وترفض الاتهامات الموجهة إليها لا سيما مع التساؤلات حول كون ابنة وزير التربية من بين المتفوقين الأوائل والذين أحرزوا درجات كاملة بينما يرسب نحو 70% من الطلبة بالتوازي مع ذلك لا يبدو أن اعترافات رئيس الحكومة محمد السوداني بتأثير المحاصصة على إدارة الدولة ككل والقطاع التعليمي والإداري بالخصوص تكفي في ظل وقوع السوداني بذات الفخ الذي يتحدث عنه وفشل برنامجه الحكومي وتطورت هذه المحاصصة بأشكال أساءت لهذه المؤسسات وبالنتيجة وصول إدارات غير مؤهلة غير قادرة على حتى اتخاذ القرار لكن التساؤل الذي يشغل بال أهالي الطلاب في العراق اليوم هو مصير مستقبل أبنائهم الذين ينتقلون بحياتهم الدراسية من تعثر لآخر في بلد يصنف في مراتب متأخرة على مؤشر جودة التعليم رغم الإمكانات المالية المتوفرة في البلاد وفورة أموال النفط التي لا تنعكس أبداً على التنمية في العراق